بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الثالث من مدارس يمتوله حبايب الحلوين اليوم عنا الدرس الثاني للوحدة الهندسة بداية إحنا أخذنا درس المجسمات الأول تعرفنا يا أبطال على بعض المجسمات حكينا منها الكروي والاستواني والمخروطي وفيما سبق حكينا يا ثالث إنه الشكل بختلف عن المجسم حكينا إنه الشكل بظهر أمامنا شكل بدون ما يكون بين كل الأحرف والأوجه والرؤوس لاحظوا اليوم معي إن شاء الله رح نأخذ المجسم الثاني الدرس الثاني هو المجسمات الثاني بداية رح نعرض أول مجسم اليوم إن شاء الله ونتعرف عليه كثير منيح لاحظوا معي هاي المجسم اللي رحين نحكي عنه اليوم يلا يا أبطال فكروا معي باسم هالمجسم يا أبطال يعيني عليكم اسمه المكعب إذن هو المكعب يا أبطال إذن هذا المجسم هو المكعب تعالوا معا نعرف عدد الأحرف الآن بدي أحكي لكم وين بيكون الحرف هاي الحرف يا ثالث هذا هو هذا الحرف هاي الأحرف يعني الأطراف كاملة هذه الأطلاف هي الأحرف الآن بدي أعد أنا وياكم الأحرف يلا يا أبطال نعد الأحرف واحد برح أشتر عليها بالأسهم الحمراء واحد نين ثلاث أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداش تناعش إذن عدد الأحرف للمكعب هي تناعشر حرب أحسنتم تناعشر حرب تعالوا مع بعض نعرف عدد الرؤوس يا أبطال عدد الرؤوس واحد شوفوا اتنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عدد الرؤوس للمكعب هي ثمانية رؤوس لاحظوا يا ثالث إحنا أشرت لكم برسمة الدائرة على شكل المكعب إذن هاي الرأس هذا هو الرأس يا أبطال عدد الرؤوس هي ثمان رؤوس تعالوا نعرف عدد الأوجه لو إجينا فكينا يا أبطال هذا المكعب حتى نعرف عدد الأوجه لاحظوا الآن أنا أعرض أمامكم حتى اتعدوا معي عدد الأوجه بكل سهولة واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة ستة شفتوا عدد الأوجه أحسنتم ستة أوجه إذن للمكعب ستة أوجه متساوية لاحظوا مربعات عبارة عن مربعات كل أوجه متقابلة مع بعض متساوية شكل الوجه هنا أحسنتم هو مربع انظروا إليه جيدا شكل الوجه هو هنا مربع يمثل المربع مربعات لاحظوا هنا هاي يبتسم اليوم كانت درس عن المكعب وشكل حكينا يا ثالث المكعب هو مجسم والوجه منه هو المربع يا أبطال وعدينا مع بعض أنا وياكم عدد الأوجه وعدينا مع بعض يا أبطال عدد الأحرف وعدد الرؤوس ننتقل إلى المجسم الثاني يا أبطال هو هل تعرفون المجسم الثاني أحسنتم متوازي المستطيلات هيا نتعرف معا على شكل متوازي المستطيلات ها هو أمامكم هذا هو متوازي المستطيلات شكله يشبه المكعب لكنه أحسنتم أطول بقليل لاحظوا إليه جيدا أحسنتم إذن هذا هو متوازي المستطيلات هذا هو متوازي المستطيلات هيا معا نعرف عدد الأحرف يا أبطال هيا معا عدد الأحرف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اتناعش إذن اتناعشر حرف يا أبطال اتناعشر حرف لمتوازي المستطيلات ماذا لاحظتم يا سلام عليكم عدد الأحرف لمتوازي المستطيلات يساوي عدد الأحرف للمكعب يا سلام عليكم إذن 12 حرف يا أبطال هيا معا لنعد الرؤوس يا أبطال أحسنتم أنتم الآن أصبحتم تدلون أين هي الرؤوس لمتوازي المستطيلات هيا معا لنعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن لدينا ثمانية رؤوس لمتوازي المستطيلات ثمانية رؤوس لمتوازي المستطيلات يا أبطال ماذا لاحظتم يا سلام عليكم أن عدد رؤوس متوازي المستطيلات هي مثل عدد الرؤوس في المكعب يا أبطال الآن تعالوا معا لنفك هذا متوازي المستطيلات ولنعلم عدد الأوجه من أحسنتم ها هو أمامكم هيا لقوم بعده واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ستة أوجه لمتوازي المستطيلات ستة أوجه لمتوازي المستطيلات أحسنتم أنتم الآن عرفتم أن هناك تشابه كبير ما بين متوازي المستطيلات والمكعب من حيث عدد الأحرف وعدد الرؤوس وعدد الأوجه لكن هل يوجد هناك اختلاف؟ نعم يوجد اختلاف أن شكل الوجه انظروا إليه هنا جيدا إنه مستطيل إنه مستطيل يا أبطال إذن اليوم يا أبطال لاحظوا هنا أنه يفكر معكم جيدا ويتحرك ويقول لقد فهمت مع طلبة صف الثالث المجسمان هما المكعب ومتوازي المستطيلات وعرفت أيضا أن هناك تشابه كبير ما بين مجسم المكعب ومتوازي المستطيلات من حيث عدد الأحرف وعدد الرؤوس وعدد الأوجه وفقط لكن شكل الوجه هنا مستطيل بينما في المكعب هو عبارة عن مربع لاحظوا كل وجهان متقابلان متساويان هنا يا أبطال ننتقل معا إلى الكتاب يا أبطال صفحة رقم 71 لاحظوا من خلال الشكل الآتي أن المكعب هو مجسم له 6 أوجه على شكل مربع وله 8 رؤوس يا أبطال عفوا 8 رؤوس وله 12 حرف هيا معا يا أبطال نملأ الجدول أحسنتم يا سلام عليكم أكيد كلكم رح تملئوا الجدول بكل سهولة بعد ما شرحنا لكم كل مجسم على هذا أول شكل المجسم هو متوازل مستطيلات عدد رؤوسه يا سلام عليكم هو 8 وعدد الأحرف 12 عدد الأوجه 6 وشكل الوجه هو مستطيل لا تنسوا ذلك يا أبطال شكل الوجه مستطيل لاحظوا هنا معي أحسنتم إنه المكعب عدد الرؤوس 8 وعدد الأحرف 12 وعدد الأوجه يا سلام عليكم 6 أوجه وشكل الوجه يكون مربع يا أبطال لاحظوا إذن نحن اليوم يا ثالث أخذنا مجسم المتوازل مستطيلات ومجسم المكعب وقمنا بشرحهم بالتفصيل أحبت طلاب ثالث بإمكانكم بإمكانكم أن تقوموا بتأشير على هذه الأحرف يا أبطال بلون مناسب من الألوان التي الموجودة عندكم حتى تميزوا بين الأحرف والرؤوس وبين الأوجه ألاحظ أن عدد الأوجه والأحرف والرؤوس في المكعب يساوي عدد الأوجه والرؤوس في متوازي المستطيلات الآن أحدد اسم كل من المجسمين الآتيين مجسم أوجه جميعها مربعات يا سلام عليكم إنه المكعب يا أبطال مجسم أوجه جميعها مستطيلات إنه يا سلام عليكم متوازي المستطيلات فكر هنا هيا نفكر مع مفكر ما العلاقة بين متوازي المستطيلات والمكعب ولماذا هيا معا نعرف ما العلاقة لاحظوا معي يا أبطال هناك تشابه في عدد الرؤوس والأحرف والأوجه لكن شكل الوجه للمكعب هو مربع وشكل الوجه لمتوازي المستطيلات هو مستطيل يا أبطال بارك الله فيكم ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تكونوا عرفتوا اليوم المجسمين يا أبطال وحفظتوهن جيدا